وهنا أحبائي منيجي للحكيم الحكماء طبيب الأطباء البارع في فن التواصل عندها سأل المسيح هذا المتدين هذا النموسي وقال له فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص تعارف الآية بتقول أحب قريبك كنفسك عمل حاله زكي من هو قريبه ضرب القصة أو المثل وبعدين المسيح رجع وجه السؤال لليهود فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص وهنا يعني كأنه عم بعض على الرصاصة رغما عن أنفه وكان الجواب مش عاوز يقول كلمة السامري لألا يتنجس السامري يعني كافر بالنسبة لليهود قال الذي صنع معه الرحمة فاستل المسيح السيف يعني كلامه فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا قصة عجيبة اللصوص هي صفة الشيطان طبيعة الشيطان مكتوب الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالشيطان هو لص عاوز يسرق كثير أشياء من حياتنا يأخذ ولا يعطي يعني الشيطان دايما يمكن بيوريك المتعة أو اللزة المؤقتة ولكن بالحقيقة بيأخذ صحتك بيأخذ حياتك تدهور حياتك تصبح تعيسة ومظلمة إلى أبعد الحدود هذا النوع من الناس اللي دايما يأخذ ويأخذ ويأخذ لكن في النوع الثاني اللي هو يسوع يعطي ولا يأخذ ولاحظ أن المسيح قدم حياته بذل حياته من أجلك ومن أجلي والشيء الأعجب أن المسيح لم يعد بملكوت أرضي ولم يعد بإغراءات دينية أو مادية ولا حتى بجني المسيح لم يعد طريق مفروش بالورود بل حتى شجع أتباعه أن يتركوه وأعطى الحرية الكاملة بالاختيار يختار من يعبد فممكن الإنسان ينتمي لدين ولكن قلبيا مش قادر يترك الدين لأنه خايف خايف لأنه ممكن يؤذى إذا ترك الدين وهكذا أحبائي رسالة يسوع هي رسالة العطاء رسالة التضحية رسالة البذل ولكن بين اللص الشيطان وبين يسوع في نوعيات كثيرة من الناس نوعيات المتدينين اللي عندهم مظاهر وأشكال التدين الخارجي كان بهمه أنه يقوم في خدمة في الهيكل ولكن الخدمة الحقيقية أنا مشغول اتركني ولكن بالحقيقة الله بحط أشخاص أو أمور في حياتنا حتى نتحرك بحسب هذا الاحتياج لا يهم إذا عندك اجتماع بكنيسة ولا عندك أي ظروف في ظرف حصل إيه أنت ممكن تعمل ممكن تحط كل الشكايات وكل اللوم فهؤلاء النوعيات من الناس مثل الكاهن ومثل اللاوي يعني فعلا لا يأخذ ولا يعطي على الأقل الشيطان يأخذ ولا يعطي يعني بيأخذ شيء هاي الناس اللي عايش لا بتأخذ ولا بتعطي تعمل الفرائد الدينية وعند القبر يقال فلان أكمل وتمم واجباته الدينية على أكمل وجه يا للرياء يا للبشاعة يا للفضاعة يا للظلمة التي تعمل قلب والأذهان عندها لا يستطيع الشخص أن يرى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة